ما يتعلق بطلبة كليات الطب أولا فعلا وكذا كان هناك لقاء مع سيد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ليس هناك أي قرار متخذ بعد ذلك اللقاء ما أود تأكيد عليه أن إرادة الحكومة في الحوار قائمة وأن هذه الإرادة محكومة بالحرص على مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن واحترام أحكام الدستور المغربي وأن البحث عن حلول في المستقبل هو هم للحكومة يعني العمر يتعلق بحوالي 20 ألف طالب وطالبة وكما لاحظتم طيلة الأسبوع الماضي كانت هناك برامج تلفزيونية وحوارات إعلامية بالنسبة إلينا نحن حريصون على أن نصل إلى حلول في إطار ما يخدم مصلحة الطلبة والوطن ويضمنوا احترام أحكام الدستور لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر